المؤلف 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 واضح الرابع أن الأبواب الخمسة الأولى على ماذا قسمنا نحن قلنا الأبواب الخمسة هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد إذن عندنا أربع أقوال لماذا لم يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الكثير؟ قال كتاب التوحيد تقدم معنى التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة من الأمور التي انتقدت على محمد بن عبدالنهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أنه ركز على توحيد الألوهيين ركز على توحيد الألوهيين تقدوه وإذا هم يمدحوه لماذا؟ لأن الخلل أكثر ما يكون عند الناس في أي توحيد؟ في توحيد الألوهيين وأرادوا أن يقدحوا إذا هم يمدحوا وذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أنه هذا من أحسن ما يكون مع أن المؤلف لن يترك توحيد ربوبية ولا توحيد الأسماء وصفات قلنا في أضواب كاملة في الأسماء وصفات باب من جهد الشيء من الأسماء وصفات باب أول الله تعالى ولله الأسماء الحسن وأبواب توحيد الربوبي باب ما جاء في المصورين قلنا لكم الآن باب التسمي بقاضي القضاء وسيأتي بإذن الله تعالى إذا ركز المؤلف على توحيد الألوهية توحيد العبودية لأن الخلل فيه أكثر ما يكون ولم يتجاهل ربوبية والأسماء الصفات وقول الله تعالى هذا المقدمة الباب الأول لو تنظر في الآيات والأحاديث تجدها تجتمع في ماله باب مجوب التوحيد إذا جاء بالباب الأول أراد المبينة التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام الوحابية هذا أمر مهم لا بد نتكلم فيه لا اشترك من هم الوحابية هل يوجد فرقة تسمى بالفرقة الوحابية لا نعم هناك فرقة ظالم ضلة ظهرت في جهة المغلب العربي هناك تلقب بهذا اللقب لكن عندما يتكلم الناس عندنا عن الوحابية هم يقصدوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يعني علماء الدعوة النجدية والله الذي لا إله إلا هو نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه مثلا من الجزيرة أو معكام معالي سعود أو كذا لا والله دفاعنا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن الطعن فيه طعن في التوحيد وندافع عنه لماذا؟ حتى لا يطعن أحد في توحيد إلا ليس لنا علاقة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا التوحيد فهم أرادوا أن يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا عنه وهاب سبحان الله أرادوا أن يقدخوا فيه وإلى هم يمدحوا لأن الوهاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى فنسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الله سبحانه وتعالى فأرادوا أن يقدخوا فيه وإلى هم يمدحوه ثم اعلم أن كل من يعلم الناس التوحيد ويدافع عن التوحيد ويحارب الشيخ وقال عنه وهابي اعلم هذا فإذا قال لك بعض الناس أنت وهابي قل لا لا يوجد لكن إذا كنت أعلم الناس التوحيد وأذوب عن الشيخ تقول عني وهابي قل عني الذي تقول لأن هذا الذي سار عليه أعداء الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وكاهب وساحب صحيح ثم هذا لحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا عن أهل السلم ظلما وزورا قالوا عنهم مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصد وغثاء ووهابية وغيرها فعلمتم من هو الوهابي الوهابي في هذه الأيام هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشيخ أنعم أكبر قالوا كذبوا على الشيخ محمد بن عبد الهاب يعني كذبات كثيرة أولا الشيخ محمد بن عبد الهاب وأتباعه على دعوة النجدية تقدم معنا في الدروس المهمة أنهم يجعلوا الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد سم بعض أحفاده بأسماء آل البيت قال بعض العلماء لهم قالوا هذه كتب محمد عبد الهاب موجودة خذوا عشر سنين من ثلاث إلى عشر سنين أدرسوا هذه الكتب لو وجدتم في هذه الكتب حرفا واحدا حرفا واحدا يخالد ما عليه الأئمة لكم الذي تريده كلمة واحدة كتاب التوحيد البعض يقول لأن البعض يقول فيه حديث ضعيب بعض العلماء قال لهم اسمعوا أريد حديث واحد في كتاب التوحيد باطل أو موضوع أو منكر ما استطاع هذا الكلام لا يخلو منه كتاب أن يكون فيه حديث ضعيب ونحن بإذن الله سنشرح الكتاب بما فيه من أحده ولا ندعي اسمه لا لنا ولا المؤلف رحمه الله تعالى لكن لا يوجد في كتاب التوحيد حديثا واحدا يخالد أصل الشريعة وثم ومن الخلل والخطأ أن بعض الناس جاء وألف رسالة الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد قام العلماء على هذا وقالوا أنت من أين لك هذا تسمع هذه الأشياء أنت الآن أنك تعطي أهل البدع سلاحة تقول حارب محمد بن عبد الهاضف حارب كتاب التوحيد ياخن أكتب تخرية الأحادي في كتاب التوحيد صح؟ ولهذا بعض الناس يريد يتميز يريد يظهر يأتي بأي شيء يقول من انتقادات التي تنتقدك على شيخ الإسلام من أنت؟ من أنت؟ هل صنع هذا علماء السلام؟ لا إذا لابد تسير على ما صاروا عليه طيب وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شكرا